السلام عليكم ازيكا حلوين كل سنة وانتوا طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم على الامة الاسلامية اجمعين النهاردة هنعمل مع بعض بقى الفشة والطحال والزور غسلنهم غسلة حلوة كده بالملح والدقيق واللمون طبعا الخطوة دي ما جبتهاش معكم لازم تخسلوهم بالملح والدقيق واللمون وحبة مية صغيرين وتواوادي تخسلوهم تدعاكوهم في بعض كده وتسيبوهم ربع ساعة وتشطفوهم بمية جرية طبعا عشان هتازى هنسلقها على طول بعد ما نعمل الخطوة دي هنجيب بقى مية كده فيها بقى بصل وفلفل رومي وفلفل حراء وجزر وتماطم التوابل اللي عندك حبهان بقى وقرنفل وقرنفل صحيح وحبهان ووراء لورة وملح وفلفل وكمون وشطة وكصبر نشفة وبهرات لحمة اي بهرات عندك عطرية حطيها وننزل بقى بالفشة والطحال شوف الفشة كايت لسه بقى ايه احنا بقى مغلناهاش وكبانا ميتها يعني انا في المعتاد عندي بغليها وكب ميتها واشطفها وقوم عامل الخطوة اللي هي فيها ايه البوكي جرني بس عشان لسه طازة وكايت سخنة يعني من دبيحة فسلقناها كده بقى بعد ما غسلناها طبعا دي بعد ما السلقت بعد ما تغلي تهدى عليها النار لحد ما تستوى وتقوم بقى مطلعها كده من ميتها والطحال بقى تقوم مقشرة انا كده قشرته يعني كنا كده قشرته بس ما جبتش خطوة التقشير معاكم عشان يعني ايه بتطول شوية طبعا انتو شطرين وهتعرفوا كده بقى وقت التقطيع ولا هتلاقوا فيها زفارة ولا اي حاجة والله الاطفال هيحبوها عندك قبل الكبار دي طريقة السلق والحي والتحفظها في الفريزل اما بقى صنية السمين هان شاء الله لما جا هعملها هنزلها لكم طبعا النهاردة بقى اول يوم العيد وكل الناس اكل فتة وانا اكل فتة بس الفتة الدمياطي بتبقى بالتشة اللي هي اللي بتوم البيضة دي الفيديو بتاعها في اول فيديوهات قناتي عايزين طريقتي في الفتة يعني عجيبة جميلة جدا ما بعملهاش بسلسة حمراء بسلسة البيضة هتلاقوها على القناة عندي اللي عايز يعمل الفتة بطريقة حنان يرجع للفيديو بتاع الفتة طبعا بنقطع الطحال كده زم انتو شايفينه كان احمر وجميل بتقطع بقى الطحال بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنقطع بقى الزور والحلويات اللي كانت معاها وهنقطع الفشة برضو على حسب التقطع اللي تعجبك وبعد كده بقى عايزة بقى تحمريها بقى بالطرق اللي تعجبك تشتغلي فيها على طول لو هتكليها مش هتكليها بقى والكمية كبيرة تجيب بقى كياس تلاجة زم هتشوفي الوقت وترصها فيها وتربط الكيس وعالفرزل على طول تطلعيها بقى كده قابلها بساعتين تلاتة لحد ما تفك خالص هتفك هتلاقها زي ما تكوني لسه عاملها زي ما انتم شايفين كده تعينوها في اكياس تلاجة كده التحل وحده والفشة الوحدها عايزة تعمل حبة وحبة مع بعض زي ما انا عملت انا عملت كده وعملت كده يعني حطت التحل وحده والفشة الوحدة وحطت من ده على ده والزور برضه حطت في كل كش شوية وتعينوهم في الفرزة تطلعها على التحمير على طول او على اي طريقة تعجبك طبعا انا هوركو برضه طريقتي في فيديو تاني انا بعملهم ازاي اه لو عجبكو بقى الفيديو لايك حلوة كده لايك جميل والاول مرة يشوف قناة عالم حنان يشترك كده فضلا وليس امرا حبايب حنونة الحلوين بشكر كل متابعين الحلوين على تعليقاتهم الجميلة ولايكاتهم الحلوة طبعا انا ما عملتش معاكو بقى الفتة كل الناس عملت معا يعني عملت الفتة النهاردة انا ما عملتهاش لان انا كنت عملها بالتفصيل في فيديو على القناة اللي عايز بقى طريقة الفتة رجع لها دي بقى الفشة كده تقطعها برضو مقعبات حلوة كده كان النور بقى قاطع اه واختي بقى اللي كانت بتقطع يعني انا الصبح قمت سلقت الحاجة وما بردت بقى كده تقطعها بقى المقعباتك اللي تعجبك شوف الفشة حامرة وجميلة بس اهم خطوة لو عايزة الفشة والطحال والحاجات دي ماهيش طازة يعني مش في نفس الوقت كده مش خارجة متضباحة على طول اديها غلوة في المياه بعد ما تخسليها بالملح والديق واللمون اهم حاجة تخسليها بالملح والديق واللمون طازة مش طازة تخسليها بالملح والديق واللمون حبة حلوين وتقومي تسيبيها ربع ساعة في الخلطة دي بعد ما تدعكيها كده كم دعكة وتشطفيها تحت الحنفية وحطيها في مياه من الحنفية عادي غلوة واحدة وتخسلي الحلة وتشطفي بتاع ده الفشة والطحال وتقومي بقى حطاهم بقى بالخضر اللي عندك بقى في مياه تانية زم احنا عملنا وبالتوابل دي وانما تتغلي تهدى علىها النار لحد ما تستوى تطلعها تقطعها بالشكل ده دي بقى قطعنا الزور كده والحلويات وهنعينها بقى في الأكياز في الفريزل دي طريقة حفظها والله هتوعد معاكو حتى لو شهرين ثلاثة هتبقى بالشكل ده وهتطلعها تطلعها وحلوة ولا زفرة ولا اي حاجة جربي طريقتي في سلء الفشة والطحال هتعجبكو جدا وان شاء الله هنعمل معاكو المساقع بن عكاوي برضو فيديو هينزل جميل جدا وينتظروا مني كل جديد وكل سنة وانتو طيبين وكهتحطها بقى في الفريزل بالشكل ده ويرب الفيديو ينال اعجابكم ولايك حلو بقى لايك جميل لو عجبكم الفيديو هو سهل كده وبسيط وخفيف واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة